اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي وعرض المهندس طارق الملاء الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2.1 مليار دولار حيث من المتوقع طبقا للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني فضلا عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة مؤكدا أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقا لمبادئ وأعراف القانون الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحر وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج الصودأاش بالمنطقة الصناعية في مدينة العالمين الجديدة والذي يتم بشركة بين كل من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج الصودأاش الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العالمين الجديدة إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسؤولي البنك المركزي ومصلحة الجمارك من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع بالجمارك وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادة المغزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم وأكد مدبولي بدأ عمل المنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين اعتبارا من مطلع يناير المقبل على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان وذلك لإتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المحافظات بأسعار تقل عن أسعار السوق التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي سيدة إلينة بنوفا المنصق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر وذلك في إطار بحثي لاستعدادات نهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة الفترة 2023-2027 أكدت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء العلاقة الوطيدة بين مصر والأمم المتحدة والشراكة الممتدة من أجل تعزيز جهود التنمية المستدامة لافتة إلى أن إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد يمثل فصلا جديدا من التعاون المشترك نحو تنفيذ أولويات التنمية الوطنية قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة قلال عام 2022 انعكس على تحقيق تفرة كبيرة في حصيلة إرادات القناة محقيقة أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة قدره 7.9 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار قلال عام 2021 وأشار رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفي إلى أن التقارير الملاحية خلال العام الجاري رصدت تفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة لتسجل وفقا للتوقعات أعلى معدل عبور سنوي على الإطلاق بعبور 23.869 سفينة يواجه فريق ليفر بولا المحترف في صفوفها النجم المصري محمد صلاح نظيره منشستر سيتي في العشرة مساء اليوم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بدأ منشستر سيتي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام تشيلسي والفوز بهدفين دون رد بينما تأهل ليفر بول بعد الفوز على ديربي كاونتي بنتيجة ثلاثة اثنين بركلة الترقيح